الحدث الأبرز تعتقد نتائج الانتخابات العراقية لكل الطيف السياسي العراقي هل رسمت بداية لأزمة سياسية ممكن أن تبان ملامحها أو خطورتها بالمستقبل القريب أم هي ممارسة عمقت من التجربة الديمقراطية في العراق تقصد الممارسات التي مارسوها الأخوان تجربة وصرها دقيق اقتراع مفوضية وتلفزيونات ومصورين أو نتائج وأجهزة وعاد وفرز وخروقات والله للأسف أنا طبعا أنا مرد أكون مشاهم بس أنا أعتقد أنها بداية لفشل للمرحلة القادمة ليش؟ لأنه من فاز في الانتخابات باستثناء القليلين هو إما فاز بالمال السياسي الفاسد أو فاز بوجوده بالسلطة وهذه أسست لشيء أنه المشروع النظيف الوطني كذا سيجد صعوبة أمام هذا المال السياسي اللي صار موجود بحجم كبير جدا يعني إذا تروح الولايات المتحدة الأمريكية أم المال تروح على ترامب ما يصرف بقدر ما يصرف سياسي موجود إيه ترامب بخين الولد كوراما لا لا ترامب يعني ما أخذ أمواله بمقاولاته كذا ما يقدر يبوك مثل ما الإخوان باقوا ما يقدر ينهب مثل ما الإخوان نهبه أكو رقابة موجودة عليه ليأخذ فوق المئة دولار يقول له منين لك شون أخذت هدية ممنوع هدية فوق المئة دولار ما مسموح هذا إحنا ما ظلت الرقابة صارت شبه معدومة على هذا الشيء وصار النهب أموال الدولة مباح وللأسف المواطن بدأ يتقبل هذا الموضوع أنا هذا أخطر ما قمتشوفه أن المواطن يقول له فلان فاسد يقول له وكلهم فاسدين هسه على الأقل هذا بلط لشارة سوالي محطة مي فيروح على هذا الموضوع متناسي الضرر الذي سيحصل عليه وعلى أحفاده من جراء انتشار الفساد بهذه الطريقة المخيفة الحقيقة يعني نتكلم عن مليارات عند البعض صرفوها حتى يفوز نائب حتى يفوز عظمس محافظة هذا ما موجود بأي بلد بالعالم ما سأخوه على الأقل أنا ما سأمعيش هذه ظاهرة خطرة ظاهرة خطرة على المجتمع وبديت أخشى من استمرار هذه العملية بهذه الطريقة ويبقى موضوع النهب مستمر بأموال الدولة وانت شوف احنا يعني من 2003 لحد الآن شقد دخلت أموال عندنا للعراق وين نتيجة هذه الأموال؟ اشتركوا في القناة